وما زال الحوار مستمرا مع ضيوفي على الأحداث الساخنة الجارية وكان سؤالي قبل الفاصل هو ما هي أهم الملفات التي أمام الرئاسة وطبعا متمثلة في شخص الرئيس دكتور محمد مرسي ولكن أيضا متمثلة في الرئاسة بشكل عام والمسؤولين على البلد في هذا الوضع الصعب ما هي أهم الملفات التي تواجههم دكتور أجسد فريدة قبل الفاصل قالت أنها قل وأهم حاجة هي فكرة العدالة خلية نتكلم مع دكتور حسام نشوف رأيه يعني أنا أتصور أن أي ثورة بتمر بمرحلتين مرحلة إذابة أو تفكيك القوالب السياسية القامعة أو الدولة البوليسية أو الشمولية القامعة ثم المرحلة الثانية وهي الأصعب ودي اللي بتكتزى مصر الآن مرحلة تعايش الفرقاء نحن عندنا ثلاث طيارات في مصر شئنا أم أبينا فأنا ضد عملية الشيطان المتبادلة أن الطيار الإسلامي ده في غلاة وفي أيضا وسطيون ومعتدلون لا بد أن نقيم معهم جسورا من الحوار زي ما اليسار في وسطيون وفي غلاة هو البلاك بلوك ده إيه ده نوع من الغلو نوع من ضرب الدولة وتفكيك مؤسستها ما معنى أنك تطرح نظرية وتتبنى النظرية وتقول أشعلها لأعيد بناءها منذ متى كان إشعال الوطن طريقا لبنائه التزمت موجود في كل الأطياف والتائرات وبالتالي مهمة النخبة المثقفة لا أن تباشر خطاب التأجيج والإشعال بالمثال مش محتاجة أكتر من كده تأجيج ولا إشعال لكن مهمة النخبة المثقفة فعلا أن تصل إلى ما يسمي العالم المعاصر المتمدين الحديث بالعقد الاجتماعي العقد الاجتماعي ده يعني إيه تجتمع كل الأطياف وتتواطأ أو تتفق على إطار سياسي واحد يجمع الجميع لها نقدر نشيل الفكرة الإسلامية لأنها متجذرة في ولااءات الناس دي بلد مفتوحة سنة عشرين هجرية دخلها تلتمية خمسة وثلاثين صحابي وواحد وعشرين تابعي من الطبق الأولى فده ولااء موجود مهمتنا أن نحن نتعامل بقى مع الفكرة الإسلامية ممثلة في منابرها الوسطية والمعتدلة وأنا أقصد بالتحديد الأزهر ومع عظيم احترامي لتجربة ثورة يوليو وما قدمت من منجزات وأدبيات عدالة اجتماعية لكن من أخطائها القاتلة قسم ظهر الأزهر بقانون التطوير سنة واحد وستين لا فيه ناس بتلاقي فيه ناس بتلاقي أن التطوير معلش فيه ناس بتلاقي أن التطوير ده حاجة عظيمة وأنه هو ما طالع ناس لكل العالم بمجرد ما صدر هذا القانون بالتزامن وبطريقة متزامنة ظهرت كل جيوب وبؤر التزامنة لأن الأزهر بالفعل كان هو الحضانة الطبيعية والضامنة لأن تتحرك الفكرة في مسارات الوسطية والاعتدال كل الأطياف تختار فإذا أنا النهاردة بتبنى الملفات الحالية ما هو ده أول ملف أنه لا بد من حوار حقيقي وأنا بلتقط الخيط وبأنادي بالامتثال والانقياد لمبادرة الدكتور عبد المنع عبد الفتوح وشايف أفق طيب للحل أنه يعد رموز من جبهة الإنقاذ تعد رموز من المؤسسة الرئاسية من كل الأطياف والتائرات وأنا شايف أنها مبادرة أنا قريت النهاردة بنود المبادرة مبادرة معتادلة جدا وسطية جدا معقولة جدا متوازنة مع كل الأطراف ما فيش حاجة أسمها مع كل أزمة سياسية يلا انتخابات رئاسية مبكرة يلا مجلس رئاسي لحنا لازم كمان نودع عهد المراهقة السياسية ونفهم أن هناك دولة وأنا شايف كمان فيه من أخطاء النخبة المثقفة عندنا أن السياسي عندها غالب على الاقتصادي بمعنى أن العالم المعاصر ما بيقودش يفطر الناس سياسة ويغديهم سياسة ويعشيهم سياسة في شيء اسمه مهمشون في شيء اسمه فقراء في شيء اسمه مصر يتأكل احتياطها النقدي الأجنبي في شيء اسمه أنت وارس دولة الفساد فيها متخلل كل ركن يعني آخر إحصائية بتقول أنه كان معدل الفساد ألفين قضية فساد في العام بواقع متين قضية فساد في اليوم الواحد فانت وارس دولة يتخللها الفساد حتى النخاع أنا شايف أنه جزء كبير من أزمة مصر تكمن في نخبتها أنا عاوزين فعلا نخبتها أنا نريد سعين ثلاث ملاحظات قبل ما نكمل الكلام وأسمح لي طبعا ناشى فيهم أول حاجة حياتك علاقة على بفكرة البلاك بلوك أو أي حركة حاليا شعبية في الشارع بتمارس أو بتعبر عن رأيها بشكل بأي شكل حتى لو كان بشكل العنف ده يعني رأيها في التعبير لي حياتك ما تعتبرش أن دي طريقة من طرق الشباب تحديدا أن هم أكثر من اعتنوا بهذه الثورة إلا أن يكن هم الشعب الأساسية لهذه الثورة هو ده طريقتهم في التعبير على سواء بعنف أو بغير عنف بس هيا دي طريقتهم أن هم يقوموا نحن موجودين وده إنعكاس على حالة الكابتل السياسي والاقتصادي اللي هم شايفينها بقالهم سنتين من ساعة مقاموا بالثورة ده أول تعليق وحدك أرجو الرد فيه تالي تعليق فكرة المعارضة وإن الحوار إن يبقى فيه حوار مع رموز المعارضة وإن الدكتور عبد المانعب الفتوح ليس بس المعارضة رموز السياسية بشكل عام التعليق الأساسي اللي بيجي لنا من كل هؤلاء الشخصيات اللي ذهبت بالفعل للحوار مع دكتور مورسي ومع كل الشخصيات المعنية كذا مرة من ساعة ما بدأ تولي الحكم يعني هو إذا نذهب ونقول ونقول ويستمع إلينا وفي الآخر لا يتم التنفيذ أي حاجة هو لا يتم حتى الاستماع ويتم ضرب عرق ضرحائط بكل ما لا تحدث فيه ثم يمضي الحال على ما هو عليه فما هي جدوى الحوار الذي يذهبها بقى تالت حاجة بقى نحن أتكلم عليها فكرة أنه النغبة تتشدق أو تتحدث بالسياسة والاقتصاد مهم ودايما أي حد مفروض يعني إحنا حتى إعلانيين فعرفين كويس جدا أن السياسة والاقتصاد خصوصا في بلاد تبدأ بعد انهيار وتبدأ بعد مرحلة سياسية صعبة بالمقام الأول وكان فيها الفساد المتفش هما وجهان لعملة واحدة إذا عادوا لهذا عادوا لذاك وإذا عادوا لذاك عادوا لهذا فتعليقك على الثلاث نقطة دول قبل ما نكمل الحوار طب أبدأ بالنقطة الأول ثورة تعني آلية تعبير سلمي لكن أنا لا أفهم أنه من مفردات وأبجديات الثورة أن يحرق مبنى السكة الحديدية أن تحرق منه أربعة أدوار ليكون هذا بداية لتحرير مصر أو بداية لخلاصها لا أفهم أن تشتعل ألسنة النيران في المجمع العلمي للمرة الثانية أو الثالثة ولا أفهم أن هذا طريق للتحرير فالعرف المرفض ولا طريق لمباشرة خطاب سياسي ناضج وبالتالي إذا خرج الخطاب السياسي عن حدود آليات التعبير السلمي لم يعد في هذه الحالة خطابا سياسيا بل أصبح تهديدا مباشرا لسلامة المجتمع وتماسكه وبالتالي أنا لا أحترم إنسانا يمسك ملوتوف ولا أحترم إنسانا يحرق بناية ولا أحترم إنسانا يدمر منشأة مهما كانت الزرائع حضرتك بتقول التعبير لفظة التعبير لما نحللها لغويا ونحللها سياسيا ونحللها سوسيولوجيا تعني تجليات رأي سياسي معين يا في نظام الحكم القائم يا في الإطار السياسي لكن عندما تمسك ملوتوف وتبدأ في مباشرة خطة ممنهجة لإحداث فوضى وإحراق هذه مسألة أخرى وبالتالي إحنا كلنا ده ينطبق على كل الفصائل ده ينطبق على كل الفصائل وأنا قلت في الأول أي تزمت يصدر عن طيار إسلامي مرفوض أي تزمت يصدر عن طيار يساري مرفوض أي تزمت يصدر عن طيار إسلامي مرفوض أي تزمت يصدر عن طيار إسلامي مرفوض التعبير بالعنف ولا التزمت الفكري يعني تصدر بالتعبير على ملشيات في الأرض يعني هو التزمت طريقه إيه في الآخر يعني أنت لما تحل الفكرة التزمت وطريقة ميلادها ونمأها التزمت يبدأ بفكرة ويبدأ يتنام يتنمى حتى يتحول إلى فعل ميداني وجسدي عنيف. نقطة تانية. أنا أقول مهم جدا في المسألة دي. ضمانات الحوار واشتراطات الحوار. ويكون فيه أجندة واضحة. أنه بعد ما نضع هذا الحوار يتفق على شيء. وزي ما أنا بأدين. ألا يستمع للحوار. لازم برضو اضطرف الأخرى عشان تبقى الرؤية متوازنة. ما تحط ليش شروط تعجزية. تقول لي لا حوار إلا لما يبقى فيه. تسليم بانتخابات رئاسية مبكرة. معنى أنك تقول انتخابات رئاسية مبكرة وتتجاهل 13 مليون ناخب. هذا شرط تعجز. أنا شايف أنه لازم نخبة الوسطية. عشانا قلت لحضرتك في الأول. بلاش نشق مصر شقين. شق ناحية الطيار الإخواني. وشق ناحية جبهة الإنقاذ. أنا مع الطيار الوسطي الذي يمثل الشريحة الغالبة. تحط ليش شروط تعجزية. وفي نفس الوقت لابد أن يقود الحوار إلى قرار ميداني وسياسي. يعني فعلي يراه الناس على الطاول. طيب. لأقصد السياسة لا يتجزئان تعليقك. أولا أنا شايف أن إحنا استهلكنا. يعني هو الهدف من السياسة إيه؟ هل الهدف أنك تغرأ الناس في تنظير ونظريات سياسية؟ طب أنا النهاردة لما أعود أشرح لهم أساس الفكرة الليبرالية. وجذرها كده من أيام جون لوك. وجذرها من أيام الثورة الفرنسية. إحنا موقعين الناس في تنظير سياسي طول الوقت. يعني أنا أعدت مع الدكتور عصام العريان وخاطبته لمدة أكثر من ساعة. أعدت مع أبو العز الحريري كممثل اليسار وخاطبته أكثر من ساعة. أعدت مع قيادات حزب غد الثورة كممثلة للفكرة الليبرالية. وخاطبتهم أكثر من ساعة. وجدت أن يقاس مشترك عيب في الأطياف الثلاثة. تنظير سياسي. تنظير سياسي. ليس هناك خيال سياسي. فما فيش توازن في رأي حضرتك. أنا عايزة بس أقول أنه بشكل عام. عايزة أقول أن مصر كانت مؤمنة بالتوحيد قبل نزول الرسالات السماوية. يعني الدين متجذر في مصر قبل الفتح الإسلامي. من أيام الفرعنة. إحنا اللي قلنا التوحيد. وإحنا فجر الضمير في العالم كله. وبعدين جات مصر القبطية. وبعدين جات مصر الإسلامية. فإذن مصر متنوعة. ومصر يعني بهقها في تنوعها. وبدون إقصاء. لأي ده أن أنا مسلم في الثاني. لا أرميه من الدور السبعة وعشرين متاعك. وده ما ينفعش. أوكي؟ أدي حاجة. الحاجة التانية أنه أنا بدل ما أتكلم عن يعني أن ده راجل دين. وبلحية. أو مش عارف إيه. أو عنده علامات الدين. يبقى ده يحكمني؟ لا. أنا عايزة اللي يحكمني يوفر لي الحد المعقول والمحترم من احتياجاتي كآدمي. وعايزة أقول كمان أن أنا من جيل مؤمن بأن من لا يملك قطة يومه لا يملك حرية قراره. وإحنا شايفين أن ده الدولة دي. لا بتقول لا لازم كذا عشان نديكو كذا. ودي لازم كذا عشان. بينما احنا نقدر ننهض ببلدنا. وكنا في الستينات. وما أدركوا ما الستينات كنا بالنفس كوريا الجنوبية. وبيننا السد العالي وظل الضرب. وكان الإشعاع بتاع الأزهر على عكس ما بيقول الدكتور. لأنه كان فكرة عبد الناصر أن الطبيب اللي يطلع من الأزهر يقدر ينشر الدعوة أكتر. إنه 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 والأزهر عمره ما تبهدل زي دلوقتي. كل واحد الوقتي بيطلع بدأ أنا قد كده أقولك الأزهر كذا وكذا. وده إحنا بنشوف شيوخ الفضائيات وال يعني الأثر السيء اللي بيقوله. الحوار اللي أنا عايز أقوله لأ. عايز أقول بقى إن ما فيش أي شريعة سماوية وعلى رأسها الإسلام إلا ما بيعتبر إن العدل هو أساس. هو الأساس. تمام؟ يا خي طبق لي المبادئ. أنا مش عايزة منك أنت ما بتشوفنيش إذا كنت بصلي في بيتي ولا لأ. لكن أنا بشوفك بقى أو بحكمك إذا كنت بأخذ بيتي ولا لأ. يبقى إذا أنت عايزة تطبق الإسلام. طبق العدالة. طبق المساواة. طبق الأمانة في إنك أنت البلد دي تخلي الأكفاء اللي يمسكوها مش أصحابك وعشرتك وأهلك. أدي حاجة مثلا. حاجة التالتة قلتني إيه أنت؟ الحوار. فكرة الحوار واللازل سيجع محفوظ بعد ساعتين. الحوار. أنا معاك وعايزة أقول الدكتور. بس لو يرد لي على كلام الدكتور محمود غزلاء اللي قال لك آه يحاور ويحطوا ملحوظات زي ما يحطوا. بس إحنا ده مش ملزم. وخدوا عملوا مجلس الشورى اللي هو منتخب بسبعة في المية. هو بالتزوير سبعة في المية. وإلي الرئيس أطفع عليه صلاحية التشريع وهو لا يصح لهذا حسب الدستور. يعني عايشين في متاهة. هذا المجلس رفض كل اللي قالوه الناس المحترمين. اللي هم ليهم عقليات واللي هم برضو مصريين. انت مش انت ما انفردتش بمصر يا عمي. ما انفردتش ما احنا موجودين. اللي عايز اقوله بقى اللي باتفق فيه مع الدكتور انه اللي بينزلوا الشارع دول يعني اكبر من الفصيل اللي حاكم واكبر من الفصيل المعارض. دول هم دول الشعب المصري. بس ده بيستوجب وبيستدعي واقفة. ازاي كل الناس دي غطبة علي انا الرئيس. وما هيش ملتفتة او على فكرة النخبة او الرموز السياسية بتروح بعدين. يعني تلاقي تحرير ملأ فيجيلك فلان وفلان وفلان مع الناس. ولكن الناس تتاجه اللي من يشوفوا من الميانة وان هو يتوافق مع افكارهم او ميوثلهم. يبقى اذا الشريحة الاكبر من المصريين غير راضية عن الاداء الحالي. وغير راضية لان ما فيش قدامها افق. ما فيش الرئيس ذا ما بيقولناش ايه برنامجه الاقتصادي. يعني الحوار زي ما دكتور حسام قال وحادتك بتقولين مكتفقة معاه. ما فيش ضمنات. اللازم يكون فيه ضمنات. ان لما نطلع من هذا الحوار يبقى فيه قرارات واضحة. ما فيش ضمنات لأي حاجة. بس فيه اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. فيه صخت. فيه احباط. فيه الناس اتهرت. ما تقوليش اصبره عليه. لا مش هصبر. هو جاي وعارف انا صرت ليه. انا كمصر انا صرت عشان يعيش حرية عدالة اجتماعية. وهو لما ييجي يقولي كلام وما يتنفسش منه ولا حاجة. ده بداية يعني ايه تآكل السقة. لما ييجي بعد كده. بعد كذا شهر. انا عارفة. هو مديني فين بالزبط. هو مديني فين. تمام. طيب. خلينا احنا كلنا منتفقين انه احنا قمنا بثورة من اجل كل هذه الاسباب. ومن اهم انجازات هذه الثورة. يعني اتفق او اختلف البعض. هو مفروض بداية شعلة حقيقية او بداية حقيقية على المصاري الديمقراطي. وبعدنا اول رئيس منتخب. الفكر العام او الفكر الثوري اللي لدى كثير من الشباب تحديدا. وهو الثورة مستمرة. وان الثورة لم تنتهي بعد. هل حضراتكم شايفين ان احنا محتاجين ثورة اخرى. وهل الثورة فعلا مستمرة. ولا الثورة انتهت مفروض على قل نظريا. مع بداية انتخاب او مع انتخاب اول رئيس منتخب لهذه البلد. السؤال لمن؟ لكون تول اتنين طبعا. اي سؤال ببقى لحضراتكم من تول اتنين ونسمع الوجهتين الناصر. اتفضل يا سيدا فريد. انا رأيي ان الثورة لم تكتمل. والثورة يعني حتقف تعبير الفعل الثوري. لما تبتدي مطالبها تتحقق. زي ما قلتلك. يعني الرئيس ده 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 حزب او جماعة بقالهم تمانين سنة بيحضروا عشان ياخدوا الحكم. لما ياخدوا الحكم ما عندهمش برنامج. مفيش برنامج سياسي. فيه برنامج دعوي. فيه ازاي تعمل الترشي في الانتخابات. فيه ازاي توجه الناس. فيه ازاي تضلل وتقولوا انت لو انت خبت فلان هتروح الجنة. وفلان هتروح النار. على فكرة ده ضد الدين كمان. انا في رأيي كده. حسب انا ما انا عارفت الدين. الدين انك انت تبصر الناس بالحقيقة. فانت النهارده جاي. وانا نفسي اعرف. انا رايحة فيه. انا عايز اعرف. مش هانا ستة بيرفسي. فهي ثورة مستمرة. وليس ثورة اخرى. الثورة مستمرة. لانه هي الثورة اللي فاتت عملت ايه. جاي راجل قال. انا ده حق الشهداء في رقبتي. انا حاجب لكو كل حاجة. انا هعمل كذا. انا حق العدالة. انا حقف للسجون. انا هطلق الحريات. في شوال حاجة من دي. ده احنا حتى ما شفناش ده. يعني في اسود ايامنا. ده البدري فرغالي بيقولك حتى ايام الانجليز. ايام الاحتلال الانجليزي. ما ضربوش لار على على الجنازات. احنا عندنا النهاردة في ظل هذا العصر العظيم. الجنازة ماشية. مات فيها سبعة تاني. اتضربوا بالرصاص. انا حتى مين اللي بيدرب بالرصاص. دي مسؤولية الدولة. هاتني انت حاجة. قل لي كده الشهداء بتوع نفسينا. حصل ايه عليهم. حصل ايه. عندك فكرة. حصل ايه. مين اللي قتلهم. دخلوا ازاي. السلاح جي ازاي. كل دي حاجات احنا ما بننسهاش. تمام. بس بتعتمل في صدورنا. ودي بتنفجر احباط بعد كده. انت عندك محمد محمود. مفيش. ما سبيرو. مفيش. مفيش حاجة هذا الحكمة. ابدى فيها جدية. في انه القانون هيطبق وان احنا دولة قانون. هرجع تاني برضو اقول ملحوظة على الكلام بتاع الدكتور. انا بلاحظ حنية زايدة كده شوية. لما نيجي نتكلم عن ميليشيات الاخوان. بينما ميليشيات الاخوان هي اللي ولدت كل الميليشيات اللي موجودة دلوقتي. هذا الحكم ما اطلعش حد مسؤول فيه. يقول لأي واحد من اللي صرحه من الحزب الحاكم. ان احنا عندنا ميليشيات. احنا هنروح شهداء بالملايين. احنا محدش اتكلم. حتى المرشد بتاعهم. قال احنا محضرينه. عندنا شهداء. شهداء ضد مين ما نشفاهمه. والشهداء دول مسلحين. طيب عشان الوقت. دكتور حسامي دي وقال ليه حق. انا برضو بتخوف من فكرة الموجة الثانية من الثورة. والموجة الثالثة من الثورة. وخصوصا ان دي تعمل مع مسألة خلع قطبان في تلت محافظات. على اساس انها موجة ثالثة من الثورة. انا شايف انه اي فعل عنيف بتدمير منشأة او تخريب بناية. لا يعد امتدادا ثوريا. المصاري الثوري عشان يكتمل. يكتمل ببناء المؤسسات. مؤسسات نيابية قادرة على ان تصل. هو الهدف من السياسية. الهدف من مباشرة خطاب سياسي في العالم. كله ايه. ان تصل الى آلية تعبير سلمي. وان تصل الى آلية تغيير سلمي. مدام ده متاحا طريق الصناديق. اذا نبدأ نباشر عمل سياسي ونتعامل مع الجماهير. اولا مسألة ان الستاذ فريد تقول ان انا بتعامل بحنية زائدة. لا يعني انا شايف كل الاطراف اخطأت. وبرضو يعني من كان لنا القوة السياسية معلش تكمل كلام. عشان بس يبقى خطابنا قدام الناس. وتوازن. ما نعودش نلجأ لشيطانة متبادلة. لا مش شيطانة. انا الطيار اللي برالي اخطأ في اشياء كثيرة. هي وثيقة عالي السلمي. مش خطيئة سياسية. ما اتعملت كل اللي اتعمل. كل اللي كان في الوسيقى. اللي يصار نفسه. فين مبادرات الاقتصاد. وفين مبادرات الاصلاح. ده يصار خالد بكداش. ويصار حركة حدث. ويصار محمود امين العالم. حتى الاخوان. يعني الطيار الاخوان اللي موجود دلوقتي. ما صلاته بفكرة حسن البنة. ومشروع حسن البنة. صلات ضعيفة. يعني حسن البنة اللي افهمه. انه بدأ مع عماله. وبدأ مع بوابين. وبدأ مع بسطاء. انه كان بيعرض تمن مسرحيات. يعني كان متصالح مع خطاب الاداب والفنون. انه لما رشح نفسه في مطلع الاربعينيات. كان وكيله في الدائرة. بولو خريستو. يوناني مسيحي. متمصر. لانه فكرة التالرانس. او التسامح. دي متجذرة في جينات المصريين. فانا شايف كل الاخطاء. كل الاطراف اخطأت. بلاش ان احنا نقعد بقى نركز ونستقطب بنحي الطرف واحد. ونبرق الاطراف الاخرى. الطرف الذي يحكم. عليه مسئولية. لانه زي ما قلت لك. عجز عن احتضان الاطياف الاخرى. عليه مسئولية. ام عليه المسئولية. انا شخصيا. انا فكرة ان احنا نوجه نصحا. ولا يسمع له من قبل المنظومة الحاكمة. هذه مسألة نحن نرفضها بطبيعة الحال. استعادة القبضة الامنية. وايقاف حد لدولة البلطاجة. كل دي اشياء اخطاء فيها المنظومة الحاكمة. لكن كمان المعارضة ابدت درجة من المراهقة السياسية. شديدة الفجاجة. لدرجة زي ما قال الاستاذ واي الانديل النهاردة. في عموده الرائع. الانتشاء بالدم واستثماره سياسيا. هذه مسألة لا يمكن قبلها. وبالتالي انا شايف ان احنا زي ما حضرتك قلت في اول كلامك. وده الصح. حضرتك قلت الشباب صنعوا هذه الثورة. بس بلاش بقى النخبة اللي ادمانت عقد صفقات براجماتية قميئة مع نظام مبارك. تمططي ظهر الثورة وتستثمرها سياسيا. تمام. احنا قدامنا اربع سنوات. احنا قدامنا اربع سنوات. لاربع سنوات دول. لا مش موضوع. على فكرة انا عاوز اقول حاجة. انا اكتر واحد هجمت هذه النخبة. وهجمت النخبة بكل اطيفها. حضرتك تفتكر وذاكرة الناس تعي. اخر لقاء لمبارك. وشاءت المقدير ان تفضح هذه النخبة. كان مع 13 مثقف. وكان مقدمة طبيعية للتوريث. وخرج احدهم يحاول ان يكون ثائرا الان بمقالة ببنط عريض. انسانية رجال الرئيس. اذا نبص القدام يعني ايه. يبقى واحد ايقاف عمليات الشيطان المتبادلة دي. نقعد على طاولة واحدة. بحوار بضمانات. يصل بنا الى الية التعبير سلمي. والية التغيير سلمي. غير كده سيكون هناك دم. طيب. احنا موت الهواء. تحميل تحميل كل حاجة للمعارضة. دي اكبر يعني مهزلة. انا بقيها مهزلة. لان المعارضة مش في الحكم. الحكم يعمل لي حاجة. خلي الحكم يعمل لي حاجة. تمام. اخيرا تعليقا. السلطة الحكيمة هي عليها مسئولية ام عليها المسئولية. لا كلنا نتشاطر في المسئولية. النخبة. الجامعة. المسجد. الكنيسة. الشباب. الصحفيون. الخطاب الاعلامي. الخطاب الاعلامي والميديا. وده مسكوت عنه في الحوار الكن. تمام. المسئولية اكبر لمن. المسئولية الاكبر لمن. لماذا المنظومة الحكيمة. لانها التي تكيف الحوار. وتضع له النقاط. وتضع له commitment تنظينا. اشكرك يا فاندم. الكاتبين والصحفية فريدة الشباشي نشكره شكرا جزيلا وأيضا الدكتور حسام عقل النقد الأدبي بأدام عين شمس نشكره شكرا جزيلا وكما اتفقنا في الآخر أعتقد أننا كلنا متفقين أستاذ فريدة ودكتور حسام وحضراتكم أكيد هو أن المسئولية الأكبر هي المسئولية للنظام الحاكم وهو الذي يضمن بتصرفاته بقراراته وأيضا باتجاهاته على أرض الواقع ضمان سير عملية ديمقراطية فعلية وحقيقية تضمن للشعب المصري الاستقرار الذي طالما تشبق به الكثيرون في مرحلة عداد الدستور ومراحل أخرى عشناها في السنتين اللي فاتوا شكرا شكرا بكرا يوم جديد سلام